بسم الله الرحمن الرحيم رح أأجل شوي الكلام عن طريقة قواعد اللغة في الجافة من ناحية كيف تكتب الميثود سواء نسيت وقت وغيرها كيف تكتب البراميترز والارجيمونتس والاشياء هذي خلوني أرجع لخوينا فهد ونشوف ليش فهد دخل بالحوسة هذي كلها لقضية الست والغيت ليش سووا المشكلة هذي كلها طبعا واضح جدا أنه خالد أكيد فاز على فهد هذي شيء مفروغ منه لأنه خالد استطاعني أكتب البرنامج بشكل أسرع بكثير يعني برنامج حق خالد كان صغير جدا مقارنة ببرنامج حق فهد ليش فهد سوى الشيء اللي سوى السبب هو التالي ولنفرض أنه عندك جاء محمد ودخل السلري مثلا هذا السلري يعني هذا الأتريبيوت السلري زي ما اتفقنا الترتيب زي الموجود هنا جاء وعطانا قيمة ناقص ألف مضبوط الآن بالنسبة للخالد الناقص ألف هذي راح تروح مباشرة إلى الأتريبيوت لأنه ما في عنده أي حماية مزين لأنه يقدر محمد يقول الكلام هذا يجي محمد يكتب إي دوت سلري قيت ناقص ألف ما في حماية مضبوط إذن خالد ما يستطيع أن يسوي أي شيء صحيح أنه يخلص بسرعة لكنه ما يستطيع يمنع خطأ زي الخطأ هذا والخطأ هذا وارد جدا ممكن تقول أنه كانت تقول هذا غباء كيف محمد راح يكتب شيء لا لا ممكن يكتب الخطأ وارد قد يكتبوا متعمد قد يكتبوا خطأ قد ما نجل سألوم الخطأ وارد زي والمسؤول عن الكلاس هو خالد وفهد هم المسؤولين على الكلاس زي هم المطلوب منهم كتابة الكلاس محمد ما كان مطلوب منه كتابة الكلاس كان مطلوب منه كتابة التست درايبين كلاس مضبوط درايفر كلاس اللي هي تست امفلوي زي فإذن بالنسبة لمحمد أو عفوا بالنسبة لخالد ما عنده أي وسيلة لتجاوز مشكلة زي هذه زي لأن راحت الألف ناقص ألف هذي روح تدخل بالنسبة لفهد فإنه لا فهد يقول لك أنا حط سيت هنا مضبوط زي الكاشير اللي جالس يحمي لي الخزنة لما يجي واحد يعطيني قيمة غير مرغوب فيها مثلا يجي واحد يعطيني فلوس مزورة الكاشير راح يمسكو يصيده قبل ما أنه يعطيني الفلوس هذه زي فإذن راح خالد يستغل سيت عفوا فهد راح يستغل للست عشان يمنع قيمة زي هذه من أنها تدخل هنا إذن القيمة هذه راح تجي هنا بعد كده الست ترفضها فترجع مرة ثانية زي أو يعني تنتهي يعني ما عادي يسير لها شي بينما لو جاءت قيمة مضبوطة مثلا ألف فإنه راح تجي هنا للست والست تسمح لها بالدخل أرجو أن يكون هذا الشي واضح زي طبعا شي مهم جدا زي إنه حطينا الاتريبيوت private لما حطينا الاتريبيوت private كأننا بنينا في جدار هنا مضبوط الجدار هذا يحمي الاتريبيوت هذه لا يمكنك توصل الاتريبيوت هذه إلا من خلال set و get فإذن هذه الخطوة الأولى هنا الانفورميشن هايدنك حصل لما حطينا الاتريبيوت private بعد كده بما أننا حطينا الاتريبيوت private يعني كأننا سكرنا الخزنة حقاتنا حطينا عليه حماية جينا حطينا set والget حتى نقدر نكتب ونقرأ بالاتريبيوت من الاتريبيوت نقرأ الاتريبيوت أو نكتب فيها بس بشكل منظم ومرتب وهذا هو اللي سواه فهد وخلنا نشوف كيف ممكن ننسويها بالكود حق فهد نجي هنا ونقول نروح هنا salary ويقول لك salary يقول لك فهد يقول لك هذا set salary قول ما أنك تكتب salary تقولك if sal أكبر من صفر إذا كان salary عدد موجب فأنك حط لي قيمة salary نزيل طيب خلنا نشوف بشكل سريع كيف تنفيذ هذا طبعا حتى ما أني ما أضيع الوقت راح أشيل الجزء هذا من البرنامج حتى مباشرة ننفذ خلنا نشوف ننسوي compile وننفذ البرنامج طبعا نسوي ننسوي scanner بعدين نسوي employee الآن جينا نقرأ salary أفرض أن نحطينا في salary ناقص 1000 خطان الآن sal صار فيها ناقص 1000 جاء الآن استدعاء الميثود الآن لما نجينا نستدعاء الميثود الآن أخذنا sal قيمة sal اللي هي ناقص 1000 حطناها في البرامتر sal هذه ناقص 1000 حطناها في البرامتر sal نجي الآن نشيك قبل ما نضع القيمة في attribute هنا نشيك هل القيمة أكبر من الصفر هل القيمة موجبة نعم القيمة موجبة نجي بما أن القيمة موجبة عفوا هل القيمة موجبة لا القيمة غير موجبة بما أن القيمة غير موجبة يعني معنى سالبة إذن نرفض أننا نضع القيمة ولاحظ أنه attribute ما زالت قيمة salary صفر واضح عندها تنفيذ الميثود ولا كأن أي شي حصل استمر التنفيذ ورح يقرأ ال id إذن استطاع فهات من خلال set والget ومن خلال attribute private مضبوط أول شي وضع attribute private صحنا ما نقدر ندخل على attribute بشكل مباشر نقول e. salary ما نقدر نقول الكلام هذا لازم نستخدم set والget لما جاء استخدم مستخدم وقت لمعدل وحط لي f هذه بحيث أنه تمنع أن salary يكون سالب مضبوط ليس هذا فقط بل ونفرض أن المدير يعني بعد ما جاء خالد فرحان وقال له أنا انتهيت جاء المدير قال والله الصراحة أنا آسف في تعديل بسيط على الموضوع وهو أنه في شروط إضافية على السلري الله قالوا لنا الشركة شركة النجاح هذا الله قالوا لنا السلري حق الموظف لازم يكون بين خمس ألاف وبين عشرين ألف نفس الشي قالوا لما الشركة قالوا الآي دي حق الموظف لازم يكون بين ألف وبين تسع لاب تسعمية وتسع وتسع وثنين نضبوط هذا طلبات شركة النجاح المدير قال لخالد فهد أنتم ما زالت المسابقة قائمة صحيح خالد أنك خلصت قبل فهد بشكل كبير لكن ما لازم لازم تعدل التعديل هذا أنت عارف أنه برمجة ما يمكنك من أول مرة تصيد ها دائم يكون في تعديلات هذا شي طبيعي يكون أنك تأخذ برنامج تكتبه بعدين تشوف أنه في أشياء معين يبغون الشركة إضافية ترجع تعدل البرنامج مجديد إذن هنا شي مهم جدا زي لما استخدمنا البرمجة الشيئية و لما استخدمنا الميثود وال وال ست وال ست وال انه حمينا الكلاس هذا أول شي فهد استطع انه يحمي الكلاس هذا الشيء الأول اللي سوى الشيء الثاني انه فهد يستطيع الآن انه يعدل تعديل بسيط في ست حقته ويحقق الشرطين اللي قال له المدير انه ما يكون السلري اكبر من 20 000 يكون السلري بين 5000 و 20000 وبنفس الوقت يكون ال ID بين 1000 وبين 9990 بينما بالنسبة الخالد مستحيل ما يستطيع ما عنده اي قدرة انه يسوي اشيء هذا ليش لانه فاتح المجال لمحمد والاي شخص ثاني يستخدم الكلاس حقته انه يقدر يدخل على لانها بحيث نستدعي نقول E.set salary زين ونضع القيمة اللي نبغاها هنا وبعد كده set salary هذي هي اللي راح تفحص لنا القيمة وتسمح فيها انا تدخل او انا ما تسمح فيها خلو روح بسرعا نعدل على نشوف كيف فهد راح يعدل على المثال اللي عنده راح يجيك salary راح يجيك فهد هنا يقول لك بسم الله إذا salary أكبر من 5000 and salary salary أصغر من عفوا أكبر من أو يساوي طبعا بين 5000 and salary أصغر من أو يساوي 20 ألف فإنك أسندها غير كذا معناته النقيمة غير نسمح فيها لا تسوي أي عملية تسند إذن استطعنا أننا نحمي زين أتحت لنا set والget والmethods بشكل عام أتحت لنا نحمي الclass حقتنا ونتحكم بالبيانات اللي تدخل الclass واللي تطلع من الclass نفس الشي هنا في ال-id نقول هنا فهذا طبعا تعديل fd greater than أو يساوي 1000 اللي هو بين 1000 and d أصغر من أو يساوي 999 فإنك أسنده أسند القيمة في وطبعا اللي راح يصير هو نفسه اللي شفناه قبل لما كان السلاريب السالب إذن لاحظ أنه كل ما لن نطور أدواتنا اللي معنا نضبطها بحيث أن تكون أفضل وتساعدنا أكثر ما هو فقط تساعدنا أكثر حتى أن نكتب برنامج ولكن أيضا تساعدنا أكثر حتى أننا نسوي عملية صيانة أو مينتننس للبرنامج زين تساعدنا أننا نرجع للشركة ونرجع للمؤسسة أو المستشفى أو أيا كان الشخص اللي نكتب أو الجهة اللي نكتب لها البرنامج تساعدنا أن نرجع لها نمريها البرنامج اللي كتبناه يقررون إذا البرنامج جيد أو لا يعلمون وش الأخطاء اللي فيه يقولون والله ارجعون أبغاكم ترجعون تعدلون كده وكده وكده لأن في أشياء مثلا ما فهمت وزين ولا في أشياء حتى نقررنا نغيرها ولا في أشياء زي كده زين فإذن هذه كلها هذه أكبر مشكلة أثناء تطوير السوفتوير المنتين بلتي أنه دائما السوفتوير يتغير كل مرة تروح للشركة أو للناس اللي تخدمهم اللي تكتبهم السوفتوير والبرنامج يقولك لا ولا عدلت كده أنا والله كان قصدي كده أنا ما دري إيش وتستمر المشكلة هذه زين فإذن طريقة البرمجة الشيئية والأوبجيك توريين 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 واستخدام السيتار والقيتار والأوبجيك والأبستراكشن والإنفورميشن هايدن وكل الأشياء هذه كلها لخدمة الفكرة أنه يكون المنتين بلتي حق البرنامج سهلة وميسرة ونتمكنك أنك تعدى على البرنامج كزي ما شفنا هنا بشكل سريع بدون أنك ما تتورط زي ما تورط خالد وفشل طبعا وخسر السباق اللي موجود بينه وبين فهد طبعا راح يضطر أنه يروح يستخدم نفس الفكرة والطريقة اللي يستخدمها فهد وهي يحمي الديتا حقته يخليها كلها برايفت الاتريبيوت حقت الكلاص عنده ويستخدم سيترز وغيترز في المحاربة القادمة إن شاء الله في الدرس القادمة إن شاء الله راح نفصل أكثر في الميثودز ونشوف فوائد إضافية الميثودز غير السيترز والغيترز نشوف كيف نستقبل أكثر من برامتر كيف نرجع قيمة وأشياء أخرى